أوه.. ماشي يا سمير.. ماشي.. ماشي.. السلام عليكم لا.. نوجة.. مالك.. مين اللي عمل فيك كده؟ سمير ضربني يا صاح سمير ضربك؟ وفي النوسة؟ ازاي سايبك كده؟ موضي تخيش المستشفى ليه؟ احنا الاول لازم نسبة حالك يا شيخ هملعون أبو الحالك يبادت وشي قيبوس وده خلامك؟ بعدين ايه جوزك ضربك؟ ده عين ابن حرام امي يالي امي وادك المستشفى امي يا حميل مش قادرة يا صالح مش قادرة شايف عمل يراو وجاني مش قادرة شايف عمل فيها ايه؟ اوه ياطل اعتقدت يا صالح تعمت معي قري يا نوسة ازاي سايبه للبت كده؟ البت لازم انتروح المستشفى لا ممكن تكون مكسورة والله مش كنا لازم نزبت حقنا يا صالح هاقنا ايه الوقت؟ بقولك البيت لازم انتروح بمستشفى فلننتطمن عليها امي يلا انا ما تقلل مستشفى انا او امي اختي اوه من راح ينوسك ما عاليش تحدي قليل انا عايزة كسر رقبتك امي اختي امي عاليش اتعبناك معنا يا باشا وين ما حاصل اقللك بعدين وانزيح بالكلم يلا شيل دونت خد دي معاك ستنى خلاص راحتوها يا عالي ما تخافش بس انت اوزن نفسك بس يلا اتكع الله حط عندك هل خلاص راحت الصبح نزلنا كل الكارتين من العربية وكله تمام بقولك يا عالي قوله استاذ هو انت تعرف ست خواجايا ست خواجايا وانا بصراحة انا اعرف اه ست خواجايا بس يعني معرفها تشاش كده تشاش كده هما للعمال بيقولوا كلام تاني غير كده ليه يا عالي ما ماعرفش يا استاذ صبحي هما ليه بيقولوا عليا كلام انا مليش دعوة انت بتعمل ايه برا الشوق والله العظيم يا استاذ صبحي والله العظيم انا ما بعمل حد غلق والله العظيم انا صغ صليم وانا هسدأك عشان ما تقولش ان انا بكرهك ولا حاجة بس انا ليه عندك طالب انت تقمرني يا استاذ صبحي بص يا حبيبي انا عايزك تيجي في موعيدك وتسلم البضاعة بنفسك عشان ما حدش ده من حد كرتونة تروح كده تقع كده ودي ادوية خطرة ولا ايه علي لا عندك حق يا استاذ صبحي مظبوط حاضر ده كلام برضا موسى تقعف اختك وصل البلطاقية والنشالين انا لازم احبسه عايزة اسمت الحلق دي واحبسه ايه اطلاق احسن بدل بهدالة كل امه التاني لا يا صالح الا اطلاق يعني هو الحبس اللقاء والطلاق لا ايه نحبسه لكن ما تتطلقش تعالي دخولي دخولي يا اختي مكرفيش دخولي بالله انت غلطان يا نوسى ده باب انهم مجن بعض عيان انا لازم ربي يا صالح لازم ربي ولادي الناس مش لعب ده باط صوت استغفر الله العظيم ده مين اللي شويت كده؟ مفيش حد يا دكتور انا اللي وقعت من هستلم على رقابتي وتشالفطت كده بس الحمد لله جت سليم انت متأكدة بالكلام ده؟ او متأكدة دي محتاجة حاجز يا دكتور لا طبعا هي هتبقى كويسة بس لازم تقولنا مين اللي عمل فيها كده محدش عامل فيها حاجة انا كويسة والله خلاص براحتي خلاص بقى يا نوكا الرجل هيديع منك انا هروح ادور على الودة واتصرف معاه ملوش لازمة يا صالح ده ود ناقص وابن كلب ابن كلب على نفسه قوليلي بس بيعد فأني داهي انا متلقى حلقه متى يا نوكا انا هروح له وقطع له ايده ليتمدس عليكي استنى بس يا صالح مش عايزين مشاكل استنى يا صالح مش عايزين مشاكل بعد كل اللي بيعملو فيكي وبرضو بتموتي فيه بسك انا هيماوتني المراتي يخشيك قصارك بقولك ويه انا هروح له برضو عشان يعرف لووراك وراجل ماينفحش كده يا صالح قلتلك استنى ما احنا اللي عصبناه برضو نعم احنا اللي عصبناه انا امه ليه انت مش عفلت عليه مياه ونور وقلت يا ولا فيدك كاكين ولا فيه بتاع دلوقتي يا نوكا بايت انا اللي عاملك كل حاجة وهو البريئة المظلوب يا اختي بقولك يا نوكا اعمل اللي انت عايزاه ولا ايه اهد مجلك مني شوية انا عارفة ان انت تبدله وراجل حد ما تطلقيني ديت يا نوكا اوه يا صالح اوه يا صالح اوه يا صالح البيت اللي دي معمول لها غسيل مو مسيطر الوال لمسيطر ولا نيل بيتحبوا يا صالح بتحبوا احسن حاجة فيهم انهم بيحبوا بعض ساعات بغير منهم حتى لما يقطعوا بعض اخناق لما بيرجع يقول لها كلمة حلوة بيبقوا زي السمنة على العسل سمنة على العسل؟ بيجيب حماو اموما انا هنهكلموا كلمتين عقلوا بيهم حماو ماشي يبتع الحمام جيني تعالي حبابتي اسكوزي علي تعالي يا جيني بتعيز اولك الحاجة انا مسافر ايطاليا اسبوعين من بكرة اسبوعين اسبوعين بحلم يا جيني هتوحشيني قوي بس مش هينفعتوات في البيت موسيقى 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 ليه يا جيني ليه؟ ايه ايه المشكلة يعني؟ طب وانتي ليه مقلت ليش على الحكاية دي قبل كده؟ مش مهم يا علي مش مهم موجه مفتاح البيت موسيقى 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 تلعب يا عامل ازاك امعلم سمية سالف ولا امعلم عايزك في كلمة بعدين او مالي بس خامسة قضي مصلحة وردها لا بس كلمة عال سريع خلي الشيء عندي تعالى في كلمة انت مبهدل مراتك كده ليه وضربها في كده ليه هي المرفزات اللي امعلم وكل شوق تخوفني بوختها رح تضربها ويسبب ليها هي وقتها بيقصوا البرجو ملهمش كبير ملهمش راجل طب تعالى اقول لك كلمة ماشي تعالى عبدالي طب بالراحة مهاجم بابي حديد وع ضع 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 عايزين نتكلم كياتن الرجالة بتتكلموا مع بعض ماشي يا مهاجم هيه الحكاية بالظبط مش عايش اشوفوا الشوهم تاني نخرجوا برا المحل هي دي الحكاية انتهى باللالة والمستهد هم ورسين المحل على ابوهم المحل باسمهم انت بسهلش فيه في حاجة لا المحل ده بتاع انا لما اخذى معلم اخرج انت برا الموضوع اني يخصها في المحل الماكنة لكن المحل بتاعي الماكنة وبتاعك انت حلتك حاجة سمير ده انت مقاشف يا سامرة ماشي يغفو من وشي وخلاص اه يعني انت بايع ومش عايز تحل النوسة بتقول علي ان انا حرامي وانا ورحمة ابويا ما خدت قرشي من فلوسهم لو انت بسرقهمش صحيح اما ليه بقى طب صلع النباب على المصالح علي الصلاة والصلاة انا شقيان طول عمري في الدكان ده كلنا شقيانين يا عمي طب انا بصحة من النجمة الف على البيوت اللي امي بالزباين وبعد كده ارجع على المحل اغسل واكوي وبعد كده لفت تاني على البيوت وعى الزباين هي بتعمل ايه بقى بتقعد على الكيس واللي فالحة فيه انها تتنقر علي وفي الاخر تشتمني وطول عليها حرامي اسمع سمير انت عايز تلمي الموضوع ولا تروح في داهية لتخرب بيتك بايدك لا انا تحت امرك يا معلم بس البطة تشتمني انا مش حرامي ماشي يا عم انت امين اعطيك بربا وتسمعك الكلام عدراس يا معلم ماشي يا صامر طلب لنا الشيش الشيش اللي المعلم صالح انت متبدي لك على اختي هاتف انت متبدي لك على اختي بس يا عم بس ارفو على اسلح لم المطوهالة لم المطوه برايقة يا مالة مدام تبشين مطونا باوخطك يا لدينا ما اضربهاش بطوة دينا بزا خدايا باوعد وصلع النابي باوعد باوعد يا عم خلاص با انت تطرب اختي يا عم الحاجة انت تتيني يا معلم صالح باوعد با السلع النابي والله ما صالح عليك بلوقت انا اتكلمت مع الراجل ده وهو اي صالح يا اختي ويجيب لها كمان سلسلة ام ما شاء الله هقول لي ايه هاصل يا معلم طيب خلاص صالح لع النابي بقى لا السلاطة والسلام طيب خلاص بلدي عايزة بدني مخلاص بقيتش عايزة ايش فيها انا عمل ايه يا ربا أسرع أسرع بالصنع اللي تعلمت هكتنا أبويا وجددي ما عملت ليش أي حاجة أجر الفقر والجوع والشحاتة يعني أعمل إيه؟ هكسر الشغل هكسر الشغل هكسر الشغل هكسر الشغل هكسر الشغل يا شغل يا بتبينة كونيزية؟ وبقل الأسرح صلا عنّابي صلا عنّابي عشان خاطر عشان خاطر صلا عنّابي صلا صلا سال! سال! مرحبا! 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 نعم! نعم علي انت قلي هنا تعمل هي مين ده جني من شغلك انت لو ممشتش من هنا حالا فقلوا بالبوليس يرحالك على بلدا يارمشي اشتركوا في القناة موسيقى ليش يا سيدي انا عالصبح اتشغل في امان الله قدام الفورن كامى في خير الشرق لقتلك اتنين داخلين بيقولينلك انهم طراهيك عايزين ياخدوا درايب مستحقة على المحل اللي انا فيه من سنك كان بقى دولي من الف تسعمية خمسة وسبعين لحد دلوقت ومش بس كده بيقولولي ان المحل اللي انت بقى تحو ده بقى بزار وعايزين ياخدوا فلوس على كل ده على صباحية ربنا لا حاولوا ارقات الله بالله وطلبين كام لعمك دولي مش مشكلة طلبين كام وانا حكتلك قبل كده الصنعة اللي انا ورستها عنا بوي اوبا حاجبها ومش لقى حاجة غيرها اشتغالها الصنعة دي ات الكوبات اللي انا باشتغالها كوبات بلدي فيها شغل فل تشتيلة يا اخي الكوبات دي اتت عتعمل ايه قدام السيني وقدام التركي انا رضيت بالعم ده ما انت اللي دماغك ماشفة يا شاوة ما قولتلك تعايش تغل معي او شركك او ساعدة انت اللي دماغك مريحك يا جدا بقولك يا دولي انا انا عايز اشتري توكتور توكتور يا جدا عايز اشتغل عليه واكل قمتي بالحلال انت اذهبت يا جدا انت اولا الجنيد في حالك او كل صناعة يتخنق من شغلية وروح اشتغل على توكتور ما تشتغل واطلع عن امك وده الصراحة اقاه هتاكل دهب من وراها هاكل دهب من وراها صحيح توكتور اتقولك يا دولي هو انت ايه اللي جابك المعنى ابدا اتخنق تقولت ان ماجه فك نفس معاك شوية معا ان اقسم بالله جاي برضو من المشكلة مش كنت ايه يا صاحبي وبيت النوجة اختنوسة جوزها ضرابها روح تحقل مهر عايز يغزه بالماطق وقالا اودي نفسه جاهي عملت ايه؟ يا عم حليت ملاكش فيه انت خلاص بموضوع خلص خليك في اللي انت فيه الحمد لله بقولك ليه انت ما معاكش سجرتين لا في نظبط النهار اللي احنا فيه قبل ما اللي يخدش انا ايه لك لما بطلت وخلاص فاعيزه عنك يعني بطلت النهار دا؟ لا يا شاوي بطلت من زمان وقالا اه قال انت بطلت من زمان ونوجة واختها في مشكلة والوقت كان نساحب عليهم مطوى وبطوع الدرايب جايزين عايزين ياخدوا مني درايب النهار دا صح؟ لا والنهار دا انت قسرت الشغل قسرت وبيت حد الكبات انا سياحها و وارجحها تاني الكبات عادي طب ما معجلش اسجارة عادية بقولك يا جدا اشرب مع السل اهو بشرب شاية كده وصل على الناب على الاف درسات والسلامة